وموريتانيا ويسعى من خلالها لازئناف المفاوضات المستديرة التي تلفظ أو عفوا المستديرة بين كل الأطراف للحديث أكثر حول هذا الموضوع أمينة بعلي عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي تلتحق به عبر الهاتف أو عبر خدمة سكايب أهلا وسهلا سيدتي الكريمة ما هو المنتظر من هذه الزيارة؟ بداية أشكركم في القناة النهار والتلفزيون الجزائري والدولة الجزائرية على المتابعة والدعم الدائم والوقوف إلى جانب الدول المقهورة والشعوب المقهورة جولة ديمستورا وما المنتظر منها؟ لا ننتظر الشيء الكثير إذا كان ديمستورا سيأتي بنفس السينارو ونفس الخطوات وهو فتح طاولة مستديرة أو طاولات مستديرة ومفاوضات وكذا وخاصة أننا في ظرف استثنائي وهو أن الحرب قائمة بين جيش تحري الشعر الصحراوي وجيش بوات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية هذا الظرف الاستثنائي يتطلب جهود استثنائية يتطلب دعما استثنائي ويتطلب إرادة سياسية حقيقة من منتظم الدول لدعم ديمستورا ودفع بمسلسل ديمستورا لإنهاء الاحتلال هذا ما ننتظره إن كان ديمستورا في أجندته ما ينهي الاحتلال عبر الشرعة الدولية وقرارات مجلس الأمن حقيقية لإنهاء هذا الاحتلال نعم إن كان ديمستورا سيواصل مسلسل طاولات المستديرة والمفاوضات جميل جدا أستاذ أمينة هذه الزيارة تأتي في خضم تصعيد مغربي غير مسبوق وتعنت ووصل الأمر إلى حد التصعيد العسكري فيه مجتمع دولي مغيب تماما عن هذه القضية ما هو المنتظر من هذه الزيارة في ذل كل هذه الظروف المحيطة بالقضية الصحراوية خاصة على الصعيد الإنساني الذي يعانيها الشعب الصحراوي في مخيمة لاجئين وحتى على الأراضي الصحراوية المحررة فعلا تعنت المغربي وكأن له حصانة دولية هذا التعنت وهذه المراوغة وهذا التماطل كأن المغرب يتمتع بحصانة دولية نحن نعرف أن الصحراوي أو جابة البوليساريو لا تصارع المغرب في حد ذاته بل هي تصارح وفي صراع دائم مع الدولة الاستعمارية الفرنسية مع فرنسا وحامية الدولة المغربية يعني المغرب لا زال يتمتع بالحماية من طرف فرنسا هنا نواجه دول أخرى غير المغرب نواجه ظلما آخر وصمتا آخر من طرف المتظم الدولي في ظل الصمت الذي أشرت له وفي ظل هذه الجرائم والانتهاكات السافرة التي ينتهكها المغرب في الصحراء الغربية من انتهاكات جسيمة وحساري مطبق نحن في سجن كبير في الصحراء الغربية نحن في سجن كبير لذلك المراقبين الدوليين والحدود مغلقة منذ 2014 ضد المراقبين الدوليين وضد الصحافة الدولية الحرة حرة طيب أستاذ أمينها نعم فيه إطار أممي عفوا ودولي يجب أن تسير عليه هذه القضية وصول ديمستورا إلى المنطقة هل ننتظر منه إحياء المساعي الأممية في قضية الصحراء الغربية؟ أم أنه ربما لن يختلف الأمر؟ لا نظن أن هناك اختلاف خاصة أن ديمستورا كما قلنا أتى في ظرف مستثنائي ولا نرى دعما رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم هذا المساع بعد تغريدة ترامب التي طارت معه بعد خروجه من البيت الأبيض ونرى أن الدول أو مجلس الأمن يدعم ديمستورا كمبعوث شخص المعين مؤخرا ولكننا لا نتفائل كثيرا ما دام يدور في نفس الدوامة وهي الطاولات المستديرة والمفاوضات التي سائمنا منها وسائمنا من نتائجها وغالبا سيكون مآله ما حصل لمنبعوثين سابقين وهو طلب الاستقالة أمام ما هو المطلوب؟ طيب ما هو المطلوب أمينة؟ ما هو المطلوب؟ المطلوب هو الضغط على الدولة المغربية للخضوع للشرعة الدولية والانتثال لقرارات مجلس الأمن والمحاكمة الدولية محكمة لاهايف في قرارها الاستشاري قالت أن المغرب لا يمتلك أي سيادة على الصحراء الغربية محاكمة الأوروبية مؤخرا قالت أن المغرب والصحراء الغربية بلدان متوازيان منفصلان يعني لا سيادة وما دامت هذه القرارات تخرج والمجلس الأمن والمنتظم الدولي يعرف أن المغرب لا سيادة لا ولا الصحراء لماذا لا يفعل ضغط أممي ودولي على المغرب للامتثال للشرعة الدولية؟ لماذا لا يضغط على المغرب لإنهاء هذا الاحتلال؟ لماذا لا تفعل؟ أبسط شيء تفعل بعثة المنوح لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وإعطاء الصحرائيين حقهم خلينا نتفق أمين على أن المشكلة بين طلفين أساسيين هما المغرب من جهة والصحراء الغربية من جهة أخرى لماذا هذا الإلحاح على الطاولة المستديرة للحوار؟ مدام الأمر يعني طلفين اثنين فقط لا ثلثة لهم لماذا يريد ربما البعض إشراك المزيد من الأطراف في هذه القضية؟ ليس هناك ما يلح من أجل أو أمر الملح الذي يشرك لأطراف الآخرين هو فعلا صراح بين جمهة البوليساري وكان ممثل شرع واحد شعب الصحراء حركة تحرر وطني والدولة المغربية المحتلة التي شرحت الإقليم سنة 1975 إقحام الجزائر أو ما يروجه المغرب أن طرفين نزاع هو المغرب هو هذا في سياسة التماطل والإلهاء والتسويق للرأي العام الداخلي المغربي أن الصراع صراع مغربي جزائري ولا وجوده لجبهة البوليساريو رغم أن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد وهو من يتفاوض معه المغرب ويجب عليه النزول ولكن هذا يدخل في تعنت المغرب وتماطله وغالطته وأكذوبته على المنتظم الدولي لإقحام دول الجوار في هذه الطاولات المستديرة شكرا جزيلا سيدة أمينة بعلي عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي في الصحراء